إجراءات مالية ومصرفية تتخذها مؤسسات الحكومة الشرعية في اليمن لوقف تدهور الريال مقابل العملات الأجنبية الجهود المكثفة والمتواصلة منذ مطلع الشهر الحالي تفرع منها حزمة قرارات للبنك المركزي في عدن من ضمن هذه القرارات رفع أسعار الفائدة بحيث تصبح مزية للموديعين والمدخرين وفرض قيود على خروج العملة الأجنبية من البلاد البنك المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27% فيما رفع الربح على الودائع إلى 23% وأقر بزيادة الفائدة للسنادات الحكومية إلى 17% تعطي القرارات الجديدة البنك صلاحية التدخل في الأسواق من خلال السماح للتجار بفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية كما تمنع التجار من إخراج مبالغ تتجاوز 10 ألاف دولار من اليمن دون إشعار من البنك هذه الإجراءات الأخيرة التي تأتي في إطار إنقاذ الريال وبالتالي كبح جماح ارتفاع أسعار السلع قد تواجه بعض التحديات بحسب محللين اقتصاديين وماليين فانقسام البنك المركزي بين عدن وصنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية وهيمنتهم على البنك المركزي هناك كبنك موازن خاص بهم أعاق قدرة البنك في عدن على إدارة مهام السياسة النقدية في البلاد خلال السنوات الماضية حنين الشولي العربية